من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية انطلق الحدث الاهم هذا العام وهو كأس العالم للاندية طبعا بمشاركة النادي الاهلي اللي بيشارك في هذه البطولة الكبرى للمرة الرابعة على التوالي والتسعة في تاريخه عندنا يوم الجمعة جاية ان شاء الله مباراة في منتهى الاهمية زي ما كنا منتكلم معكم في مقدمة حلقتنا النهاردة لا تقبل القسمة على اتنين بأي حال من الاحوال عنوانها الوحيد هو المكسب ولا بديل عن المكسب واجهة قوية امام اتحاد جدة حيكون لدينا طبعا كلام كتير متعلق بهذا اللقاء وكمان بمشوار النادي الاهلي في هذه النسخة من كأس العالم للاندية مع ضدنا اللي منورنا لأستاذ جمال الزهيري ان ناخد الرياضي صباح الهناء صباح الفل طب صباح الورد صباح الجمال يعني صباح العسل ما تمشيش معها ماشي خلاص يبقى نخليها الصباح العسل صباح الحدك يا رب احنا مكملين مع حضرتك للأدان فلنهاية الحلقة فعندنا يعني استفادة في كل حيات اذا بتفاصيل هرتكلم فيها براحتنا كل الأمور والخلفيات والكواليس حاليا هنبدأ كده ونقول بطولة ليست جديدة على النادي الاهلي المشاركة ان شاء الله التسعة وتكون يعني نتيجتها مختلفة وأفضل من المشاركات اللي فاتت فرصتنا هذا العام من المشاركة ايه بدقان الأستاذ جمال وعايزة برضو نروح لتحليلك او رؤيتك لمباراة أمس شوف يا اولا طبعا بالنسبة للبطولة مجرد مشاركة النادي الاهلي للمرة التسعة ورابع مرة على التوالي اعتقد انه شهادة يعني بان النادي الاهلي هو زعيم القارة الأفريقية بلا منازع باعتراف الجميع باعتراف الكاف من أيام قليلة اه ده جاي من ساعات أو أيام قليلة باعتراف الاتحاد الأفريقي بانه نادي الاهلي هو صاحب لقب الأفضل على مستوى القارة الأفريقية وده اعتقد انه لم يعود جديد يعني على المشاهدين والمستمعين وما فيهوش يعني ما فيهوش لماضة وجدال يعني ما فيش حد يقول لا دانا لان هي بالأرقام وبالتاريخ ده بقى أمر واقع نرجو انه طبعا يستمر على طول اما بالنسبة للطموحات فدائما طموح النادي الاهلي وهو يشارك في هذه البطولة ان يصل إلى شوف انا دقيق في كلامي يصل إلى المباراة النهائية ووقتها يعني هنقول نصف نهائي ولا هنقول نهائي لا احنا الطموح الدائم انك توصلي النهائي يمكن احنا قبل كده حققنا النادي الاهلي حقق مركز ثالث كام مرة دلوقتي مركز رابع اه تلات مرات برونزية ومركز رابع فدائما عينك على ان نتصل إلى المباراة النهائية للقاء بطل اوروبا وكل مرة بطل اوروبا بيبقى أصعب من القبليل حقيقة اه اه بس مع ذلك الطموح موجود ودايما انت بتلعب او بنلعب على هذا الامل يعني مهم بقى هل الاداء بيجاري الطموح؟ بالزبط اه كل المباراة السابقة اللي هي بعض الناس قفاضت في الحديث عن اه انهيار الناس بتتكلم وبتحمل الامور اكتر من طبيعتها قدوا مرحلة تزامل اه يعني انهيار الفريق الله وصل للانهيار وصل في بعض البرامج انا بسمع محللين كتير انه كما لو ان الاهلي بعت تماما لا الامور حتى الان نقدر نقول انها تحت السيطرة مفيش هو محلل واحد انا عارفاه لا والله فيه كذا واحد هو الله العظيم لا فيه كذا فيه ازمة معالي الاهلي لا هو محلل واحد ورحمه محلل اي لا فيه كذا واحد برضو عندهم هواية انه هو يخبط اي حاجة يعني مجرد انه هو يحط الاهلي في جملة مفيدة وكولر في جملة مفيدة طبعا الاداء غير مرد هو مش محلل هو كان لعب سابق خلينا بقى نبقى على المفتوح بقى يديني ربع ساعة وحاول اسمه بتبقى حالة نفسية يا غالبا تي صراحة النهار غالبا بتكون حالة نفسية لكن عايز اقول انه الاهلي خلال الفتر الفت اداءه برضو عشان نبقى واقعيين وموضوعيين غير مردي حتى لجماهيره قبل اي حد تاني ولكن ليس معنى هذا انه بعيد يعني بدليل انه هو في الدوري مازال موجود رغم انه ملعبش ماتشات كتيرة يعني اقل من غيره في الدوري مازال على القمة او بينافس على القمة ولو مباراته اللي مؤجلت لعبت حيبقى على القمة باذن الله ثانيا في دوري المجموعات الافريقي ماشي ويتصدر مجموعته قد يكون الاتفاق بيننا كلنا او بين الناس يعني بتتفق معهم في انه الاهلي عنده مشكلة في اضاعة الفرص الفرص دي محدش يقدر يعني يختلف عليها وهي تسير علامات استفهام ودهشة مشجيع الاهلي قبل غيرهم صحيح يعني مش هنقول مش هنتهرب من هذه الجزئية ولكن قد نحملها في بعض الاحيان الى عدم التوفيق بدليل اخر مباريات الاهلي فرص سهلة جدا جدا في مبارات شباب بالازداد انفراضات تقريبا ويستطيع اي لاعب في العالم انه يحرز منها اهداف ومع ذلك بتخرج